السلام عليكم خوتي ان شاء الله تكونوا ملاح اليوم نتكلم عن هذا الشخص الذي يراوي بان امامكم منظر كامل تعرفوه يوسف عبد السامع وتقدر تقول بلا ما تخاف انه هو رهو ينشرف الالحاد كيف هذا الشيء؟ بكل بساطة ستجاب طفلة من تيك توك واحد ما يعرفهاش خاوتها وجيرانها ما يعرفوه وقال لك يا ودي ندير معها مناظره في التيك توك وحقيقة داروا لايف مناظره وعلق عليها جهاز من فيديو ونعطيكم غير كاحصائيات باسطة برك شوفوا فيديو هذا اللي يراوي بان امامكم في اليوتيوب في الوقت اللي راني نصور في هذا الفيديو كانوا شايفينه خمسين الف في الحساب التاع تيك توك حط عليها زوج فيديوهات واحد شافوه اكثر من سبعمائة الف واحد شافوه اكثر من مئة وخمسة وسبعين الف وفي اللي لايف اللي ادامة المدان تاعزوه سوايا ما نش عارفش حان من واحد يعني شافو شاف هذك الميقاش هذا السيد وش راوي يدير؟ راوي يعرف بوحده تنشر في الالحاد كما قلنا واحد ما يعرفهاش لو كان هذا الطفلة مثلا جات معروفها بزاف في الجزائر ورامي عرضوها القانوات ولا الحساب انتحها في تيك توك ولا الحساب في الفيسبوك ولا مثلا في اليوتيوب تطالع بزاف وبدأت الناس تتأثر بها حقيقة تقدر تهدر عليها ولا مثلا هو يدير معها مناظرها هذا لكي يبين للاتباع عنها ولا معلش ناقاش فكري ولكن وش هي الغاية انه تروح تجيب طفلة واحد ما يعرفهاش واحد ما وسمع بها وانت قلت في الوقت الحالي معروف وكان بزاف صافحات وكان بزاف قانوات وكان بزاف حسابات في تيك توكرا وانت ناقلوا الفيديوهات انتاك تروح تحضر على وحدها كما هذي نعطيكم وش هي النتيجة بعد اللي دار معها لايف هذا الطفلة هذي الحساب انتحها على تيك توك كان ما وش طالع واحد ما يعرفه ذلك كان عرفت ولا الحساب انتحها طالع بزاف ولا يخرج يعني في الاقتراحات هذه الحاجة اللولى الحاجة الثانية احنا نعرفه باللي كان بعض الاشخاص يشوفوا حاجة ولا تنوعا ما تريند ولا مثلا فيديوهات ماشية يحاولوا يعلقوا عليها ولا يحاولوا ذلك الفكرة ولا يشوفوا واحد معروف مثلا تكلموا على فكرة كامل اللي حابوا يديروا نفس المحتوى انا والله الحاجة اللي خلتني اندر هذا الفيديو انه تلاقيت ربما سبعة ولا ثمين فيديوهات ورا بعضهم كامل زام يتكلموا على الإلحاد ولا العلمانيين ولا كامل يتكلموا عليها مباشرة وعليه تما هاد المحتوى و هاد الافكار راح تنتشر بكثرة و هاد الامة انتشرت بكثرة و هاد الامة انتشرت بكثرة على جل الفيديوهات و كيفاش نثبت لكم باللي الطفلة هذي خرجت عليها ولا تدير فيديوهات مباشرة بعد اللي شفت باللي حاجة مليحة ونحرفت مباشرة تنظروني ولماذا لا يطولوني في القناة المشايخ المختصين للجزائر ولماذا لا ينظروني وماذا نقول لهم الأفكار وعليه هي خرجتها لها محببا بكم قولوا لي لكن وزارة الشؤون الدنيا الجزائرية في الدور التحام الشيء أنه هي ترد على الملحدين والمرتدين والمسلمين السابقين يعملون في السوشيال ميديا واش راهي تدير وكانك يدير لايف ولا جاك ولا ميهوب ولا ستيلا ولا جيلو ولا أiniz من الجزائريين الذي خرجوا من الإسلام وليجو وствуنا جف pounds لمعضو الناس مختصين في الدين وأن شكوا يستمرون أئمًا أئمًا بعد الدولة وحمة الأم� ووزارات الشؤون الدنية أئمًاosing المشاهدة لمعضو evil وهذا ما هي الدور متاحيتم يجب أن أقول له وزارات الشؤون الدنيا الجزائرية دينا على ظهيل مسؤولة رسمية. انه لازم تردوا علينا. لازم تدخلوا معنا في مناظرات. لازم تحكوا معنا. لازم تجوا لللايفات وتقول انا امام انا شيخ جزائري. انا الدولة هي تخلصني راتب. انا احب الردة لكم. انا احب الردة للشبوهات. مادام شافت باللي كانت الطفلة واحدة ما يعرفهاش. خاصة انه انه الله اعلم هيشها في فرنسا. سيد دار ليها فيديوهات في 24 ساعة. اتعرفت. اكيد اخدمها بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة. لان احنا نعرفه بعضنا. احنا جزائريين. بمجرد انه واحد يهضر على اي حاجة انت تكون ما تعرفهاش تروح تدخل للحساب انتاعه اه اه تبحث عليها تشوف كالناس مشي غير تقرعي جبار كيواللي يدير جام ويتبحها وعلي هذي كل الان وعنما راح يطلع. وهذه الفكرة هذي كنت في فيديو سابق يعني تكلمت عليه وكان لي لاموني وقال لك لا لا وغلطت معه وهذا. هذه هي الفكرة اللي شرحتها له واللي اطهت وناصيحة المرة اللي فاتت. قلت انه سيد هذا راه من ذاك يتكلم على بعض المظاهر ولا على بعض الاشخاص ما راح مش معروفين وهو اللي يعرفون. ويكتل الحاجة يعني هذي باش كان نصيحة لبعض الاشخاص اللي رامي ينشطوا في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا عندهم محتوى مليح ويمدوا فيه نصائح سواء نصائح لمجتمع ولا نصائح دينية. وش هي الحاجة اللي تخليك مثلا تهدر على ظاهرة ولا على شخص. يجب ان تقولي معروفة بزاف عند كامل الجزائريين. كتولي معروفة انت ثمم عليش تقدر تحضر وتصاح وتبين للناس. ولكن باش شوف واحد دار فيديو منش عارف ما يعرف حتى واحد ولا شافوا خمسة ولا عشرة مشاهدات ولا واحد رأوا منش عارف انا صفحة في الفيسبوك مجهولة تنشر في جهاوية ولا في الحاد ولا اي حاجة انتها مطرح تنتقدها لانه بكل بساطة راح تدر له اعلان مجاني. هذه هي الفكرة اللي كنا شرحناها المرة اللي فاتت. صح يقدر هنا واحد يقولي حتى نترك ديلا بيبلي سيتي. ونحن نسمعنا بها من الامن وسمعنا بها من عندك. انا رأي ان يقولك الحاجة اللي خلاتني ندير عليها مثلا فيديو لانه شفت بزاف رام يتكلموا عليها وحقيقة راح تبدأت ولي حادث ورح تبدأت ولي معروفة الحاجة اللي خلاتها لا ربما ما عرفتش بزاف ولا الفيديوهات انتها مطلعوش لدرجة انه كامل الناس سمعوا بها لانه هي غعيفة بزاف المنطق وما رايش قال لا ربما من هذوك العلمانيين ولا الملحدين اللي متعمقين بزاف وقال عندهم حسن ولا طريقة مليحة الكلام ومتعمقين في الدين ولا لا 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 اغمانش عارف انا قارية شوية فلسفة ولا لا اصلا كنت سمع لها ما 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 تجيب ديكش ولا ما تخليش الناس يتبروها يعني ما عندهاش خطر كبير ولا ولكن حبيت نتكلم أنا على ظاهرة ما دام هذه رأي عندها جرأة وخرجت وبدأت تحضر بهذا الامور اكيد منها على شهور راح نبدأ ونشوفوه بزاف كاللا ربما يكونوا متابعين انتحى يجرؤوا ويفتحوا حسابات واحد اخرين ولا منش عارف اليسوسيكي كيشوفوا باللي الحساب انتحى اطلع في الجزائر وكالناس راي تتفاعل معها وبيكون احترام وكاللا ربما راح يكون يتقبل الافكار انتحى الناس واحد اخرين راح يبدأوا يتجعوا وعليه انا حقيقة هاترت عليها ولكن الطريقة تالك لا معليها راح تختلف انا اقول لك باللي انت مشي يجب تكون فوضولي بزاف لكل حاجة مشي يدرك بموجرد انه تسمع ايانا ولا تسمع واحد اخر تتكلم معلي عام مباشرة تروح الحساب انتحى تعال تيك توك وتحوس عليه وتشوف كامل الفيديو هات انتحى لا لا تقدر تدخل لو حتى وتشوف فيديو واحد ولا ولكن دير بلوك مش مزيش يخرج لك كامل محتوى انت حاسى او اهي او لا مثلا اه ناس واحد اخرين واهم حاجة اهم حاجة انت حتى وتكون كامواطن حبيد داك الفوضول تشوف اكذا ما اهمش بزاف ولكن الناصيحة المهمة وجوها الناس اللي عندهم الحسابات كبار اعرف باللي انت ايا اذا عندك حساب مثلا في التيك توك احنا نعرف وباللي تيك توك الفيديو هات انت تعود تتلع بزاف على اليوتيوب في اليوتيوب باش توصل مليون ولا زوجملائين مشاهدة مش سهلة تقريبا صعيبة بزاف ولكن في التيك توك يقدر حتوي كل حساب بتاعك صغير يقدر يوصل زوجملائين ثلاثة يعني بكل بساطة وعليه الناس اللي عندهم حسابات كبيرة خاصة في التيك توك المظاهرة هذا ولا هذي الناس ينزم ما تعترش عليها لانه بكل بساطة اذا انت ادرت فيديو عليها وشافوه مليون ولا زوج ولا ثلاثة ملايين اعرف لي هذي كثل ثلاثة ملايين غالي بييتهم رح يزطموا في نفس اللحظة الحساب انتحه يروحوا يقرع الجو يشوفوا وش كون هذي وش هي الفيديوهات انتحه ومواقع التواصل الاجتماعي تختم بهذه الطريقة اذا كانت كينة هجمة ولا بحث كبير على شخصية رح يقول لي الاس انتاعه معروف ويقترحوا الفيديوهات انتاعه الكامل الناس ورح تعرفوها يعني هذه هي الفكرة بكل بساطة وعليه نعودو نرجع لهذاك الاخ يعني يوسف عبد السامع كما قلنا مقبل ونعودوها من ذاك يدير مصائح يقيسها ما عليش واحد كيقدم محتوى يعني ديني ولا محتوى ثقافي احنا كامل المحتوى اللي احنا نشجعوه ولكن باش تروح تجيب اشخاص معهم مش معروفين واحد ما يعرفوش لا في بلديته ولا صحابه ولا لا ما نتكلموش على الجزائريين انت معروف وعندك صفحة كبيرة وعندك حسب كبير في الديك توك وتروح تشعر به هذا الشي غالط والحاجة اللي خلاتني ما زالت ايضا نزيدني مجهة بالكلام لانه دخلت يعني هذا الاسبوع سوش خطراته لها ثلاثة لقيتهم ديري لايف يعني في الحساب انتهاء الشخصي هو واحد الاستيقاء اللي دايما يعني نوعا ما يتكلمو كيف كيف الموضوع انت حم الكبير هو الملحدة وراهم ينقشوا فيها وعليهم ما رام يعرفوا بالافكار انت حم يعرفوا بهذا الناس بطريقة غير مباشرة هذا هو خوتي الفيديو التالي يوم يعني عارف كلا عدا كنت في المواضيع الدينية تكون هنا انتقادات كذلك يا مرحبا بالجامع اذا غلطنا ولا عندكم رأي واحد اخر ولا انتقادات ولا اطافات مرحبا بالجامع نشوفوها يعني نقرأها في التعليقات تكون باحتراب هذا المكان هذا هو المطلب اللي كل مرة ينطلبوه وكل عدم على الاخر اشتركوا في القناة تفعلوا الجانس بشو سلكم جديد جامك ومونتار وسلام عليكم